في حفل احتضنه المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة وتميز بحضور عدد من الشخصيات الهامة احتفت أسرة الأمن الوطني بالذكرى الثانية والستين لتأسيسها مناسبة تابع خلالها الحضور استعراضا لمختلف الوحدات الأمنية والوسائل والتجهيزات اللوجستيكية التي تتوفر عليها عناصر المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطنية استعراض عرف مشاركة وحدة لمتدربية الأمن المنحدرين من جمهورية إفريقيا الوسطى والذين يستفيدون من تكوين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة وذلك في إطار التعاون مع البلدان الإفريقية الصديقة احتفال شكل كذلك مناسبة لاستحضار منجزة وتضحية أفراد المؤسسة الأمنية وفي هذا الإطار أكد المدير العام للأمن الوطني ومدير إدارة مراقبة التراب الوطني عبداللطيف الحموشي أن ذكر تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني التي تحل في السادس عشر من ماي من كل سنة تعد محطة فارقة في مسار هيئة الأمن الوطنية مسجلا في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير المعهد الملكي للشرطة عبدالعزيز زكريا أن تخليد هذه الذكرى يأتي مباشرة بعد الزيارة الملكية التي قام بها الملك محمد السادس لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والتي تشكل تحفيزا من أجل المزيد من العمل في سبيل توفير الأمن وكسب التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة والمحافظة على النظام العام وتجسيدا لأبعاد ودلالات هذه الزيارة الملكية يؤكد الحموشي بأن المديرية العامة للأمن الوطني تواصل ورش تحديث هيكلها وبنياتها الأمنية حيث تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من إحداث وتجهيز ثلاث عشرة فرقة جهوية للأبحاث والتدخلات مهمتها تدبير التدخلة الأمنية في القضايا الإجرامية الكبرى الحفل عرف أيضا تكريم عدد من أفراد أسرة الأمن الوطني كما تم توشيح عدد من مسؤولي وموظفي ومتقاعدي الإدارة العامة للأمن الوطني بأوسمة ملكية